مشاهدين مرحبا بكم من جديد إلى فقرة قراءات وفيها مقال حول الانتخابات الأخيرة في طيوان وخسارة الحزب الحاكم أو الحاكم أما المقال الثاني فهو حول التوترات بين فرنسا وألمانيا إذن مشاهدين خسر الحزب الحاكم في طيوان الانتخابات المحلية والخسارة كانت بمثابة هزة عنيفة لما ظل الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم يعتقد أنها سياسة التي يمكن من خلالها تعزيز استقلال طيوان يرى الكاتب مشاهدين علي الصراف بجريدة العين الإخبارية أن خسارة حزب الرئيس سايينغ وون بعثر أوراق واشنطن التي كانت تخطط لشن حرب اقتصادية ضد بيكين حرب تلعب فيها الجزيرة الصغيرة طيوان رأس حرب ضد الصين مع معظم الحلفاء الغربيين لأمريكا إذن مشاهدين حرب واشنطن الاقتصادية بحسب صاحب المقال اتخذت طريق بناء كتل نفوذ في جنوب وشرق أسيا إلا أن الولايات المتحدة لم تبلغ بذلك غايتها كون الصين قوة فرضت نفسها بشركات اقتصادية واسعة ومسبقة فهي لم تصبح قوة عالمية لمجرد أنها توفر أياد عامل رخيصة بل لأنها تخطت حواجز الابتكار والتطوير التكنولوجي سياسات العزل والتضييق التي مارستها واشنطن ليست جديدة بحسب الكاتب فالولايات المتحدة قصدت أن تدفع بيكين إلى الطريق الذي اندفعت إليه موسكو في العهد السوفيتي وحتى زيارة نانسي بلوسي الأخيرة لطايوان كانت تهديف لإقحام طايوان في صراع طويل مع بيكين يقول علي الصراف أن أزمة أو صنع أزمة بين بيكين والجزيرة الثغيرة طايوان كان أمرا مقصودا وهناك في واشنطن من كان يأمل أن تندفع الأزمة إلى اشتياح صيني لطايوان يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة من ركنين الأول عسكري ضد روسيا في أوكرانيا والثاني اقتصادي ضد الصين فالمولعون بحسب الكاتب بالحروب في الولايات المتحدة هم كثر لكن في نهاية المطاف الانتخابات المحلية في طايوان نسفت كل المشاريع التي خططت لها الولايات المتحدة فحزب الكومينطانك حقق تقدما انطلاقا من الدفاع عن خيارات السلام مع الصين من جهة والرفاهية لمواطني طايوان من جهة أخرى وما حدث في هذه الجزيرة الصغيرة يدل أن خيارات السلام والرفاهية هي التي تنتصر في النهاية على حساب سياسات العزل والتهديد إذن مشاهدنا فاز أنصار بيكين في الانتخابات وخسر الحزب الحاكم والرأي العام في الجزيرة يقول نعم لسلام والاستقرار والحياة الهنئة أما في مقالنا الثاني نعرج بكم إلى قرة أخرى قرة اتسمت ببعض الهدوء قيلة عقود من الزمن لكنها تعيش اليوم أسوأ فترتها جراء أزمات متراكمة إذ يرى الكاتب والدكتور قحتان السيوفي بجريدة الوطن السورية أن العقوبات الغربية وحرب الطاقة خلفت فوضى اقتصادية كبيرة في أوروبا ما نتج عنها تضارب للمصالح بين دول الاتحاد أبرزها الخلافات الألمانية الفرنسية الأخيرة والتي تمحورت حول ثلاثة أمور أولها كانت معارضة ألمانيا لتحديد سقف لأسعار الغاز خوفا من نقص الإمدادات على عكس معظم الدول الأمر الثاني هو إعلان الحكومة الألمانية في أكتوبر الماضي خطة لإنفاق ما لا يقل عن 200 مليار يورو لدعم أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وتم بعدها ابتهام برلين بسلك مصار منفرد في أزمة الطاقة والأمر الثالث يتعلق بإعلان فرنسا تعزيز التعاون مع البرتغال وإسبانيا لبناء خط جديد لنقل الهيدروجين التوترات الفرنسية الألمانية بحسب الكاتب ليست مدفوعة باختلاف في وجهة النظر فقط بل هناك نوع من المنافسة والإغراءات القيادية داخل الاتحاد الأوروبي خاصة بعد انسحاب المملكة المتحدة من التكتل فخروج بريطانيا من الاتحاد خلف فراغا كبيرا جعل كل من باريس وبرلين تسعى إلى سده وتحاول تربع على زعامة القارة الأوروبية في الختام نوها الكاتب إلى أن الخلافات الفرنسية الألمانية من شأنها أن تلقي بظلالها على دول الاتحاد التي باتت تعيش على شفا جرف هار وإمكانية تنهيار جدار الاتحاد الأوروبي وتفككه يبقى أمر قائم إذ ما استمرت الأزمات والتناقضات بين باريس وبرلين كونهما بلدان يشكلان ثقلا كبيرا في القارة الأوروبية خاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي كما لهم تأثير كبير في المنطقة الأوروبية إذن مشاهدين كانت هذه مقالاتنا لنهار اليوم واحد حول فوز طيوان في الانتخابات الأخيرة وخسارة الحزب الحاكم أما ثاني فعن التوترات بين فرنسا وألمانيا وتدعيتها على الاتحاد الأوروبي بهذا نكون وقد وصلنا وإياكم إلى طي أوراق قراءات تبقى الصباح نيوز متواصلا بفقارتها المتنوعة شكرا لكم